او المراكز الشرفية من بعد التسعيات عايز انا عمعك لعبة بس لعبة فنية يعني فنية جدا كابتن طريق العشري ماسك فرقة ما في الدولي مش الاهل والزمالك واحط قدامك لعبين من الاهل والزمالك تختار اللي انت عايزه الفرقة تادي محمد صبحي ولا مصطفى شوبير تاخده في الفرقة محمد صبحي ولا مصطفى شوبير الاتنين كويسين بس بس نحن نتفق ان كل الجاي ده كويس بس شوبير خاد خطه اه يعني انا بحس في مصطفى شوبير ان هو موهوب موهوب اه يعني صراحة يعني الولد عجبني اه والثبت وليه شخصية هاي وكمان بيساعد على طرق اللعب الحديثة اه انه بيلعب رجليه بشكل كويس جدا ممتاز وخد ثقة الجماهير حلو يعني خد ثقة الجماهير اصبح في حارس تاني من بعد الشناوي ها الجماهير تطمئن هاي صبحي نفس الكلام يعني صبحي يعني في فطرة كان راكب اه بس جي عواد اه يعني فرق بشكل كبير حالو هنعمل لها اسا عشان احنا راحين على التشكيلة كلها اه اش بتاخد محمد هاني ولا عمر جابر محمد هاني ولا عمر جابر في الباكريت اه ما انت معك فرق بتكونها هناخد من هنا ومن هنا هناخدهم الاتنين هتاخد ها 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 ما احنا كابتن ده انا قلتلك هتاخد منهم يعني تعرف انت بحنا مش بياخد حاجة من الاهل والزمالك انا قلت لها تخيوليا يعني بوس تعال انتفق ان كل اللعبين رقعين في الاهل والزمالك بس انا بنيلعب يعني محمد هاني ولا عمر جابر هتاخده يعني الاتنين لكل واحد ليه ميز السن فيه طبعا فارق لمحمد هاني هناخد محمد هاني هتى هتاخد هلالتي مصطفى شوري بمكن امر ما في الشرك يعني شخصية ممتازة هتاخد ستاخد ياحي هتاخد ياحي يا طايت الله ولا بنتا Vatic يحي يحي يا طايت الله هتاخد حسام عبد الميجيد ولا هتاخد رامل ربيعة من هاخد الاتنين واحد من ده هتاخد الاتنين حسام وربيعة هتاخد حسام وربيعة مش هتاخد ياسر ومش هتاخد حمزة المسلوسة يعني خليني وعد منين وعد منين هالو ماشي ماشي هنختلف هنأعمل فاكرت المختلط ايو طبعا كم ياخدوا الفرع منين ومنين بتاخد مرورة عطية ولا دونجة مرورة عطية ولا دونجة اه يعني كل واحد ليه مميزات صراحة انت بتخيرني بين اتنين كويسية ماشي بس انت مطار تختار اتنين كويسية على فاجة انت هتختار كمان لأمورك الفنية زي اللي انت في دمائك كرياته معينة يعني لو بتخيرني بين الاتنين عارف انت هتصباح لبقى لبنين الحلوين لبنين الحلوين انت عبين لبنين تعبين لبنين تعبين هنسيبلك واحد بس اختار واحد يعني مروان بش قدي بشكل كويسي مروان تمام هتاخد عبدالله السعيد ولا قفش هتصباح تاني بقى اللي ابنين الحبايب ما الاتنين حبايبا بمركز العجرة عبدالله ثم قفشة تاخد عبدالله الاول ماشي ممكن تاخد قفشة مع خلاص اصباملك الاتنين تكاد تكاد تكسب كاس العالم طيب تاخد زيزو ولا تاخد طهر محمد طهر يعني عجبني طهر في الفطرة الاخيرة صراحة لان انا شفت المقدمة بتاعتك مع طهر وان انت ما عطوطوش حقه في الفطرة الاخيرة طهر على فكرة انا ما كنت مسك المقاولين في الفطرة اللي انا مسكت في المقاولين كان لسه جاي من فرنسا من فطرة معايشة صغيرة 17 سنة وانا اول ما اللعبته في نادي المقاولين والولد بيجيد طرف بشكل كويس وبيجيد كمان للسرايكر وهو كان ينقصه انه هو يخد فرصة في النادي الاهلي وهو لما خد الفرصة تمسك بيها رغم انه وجود فيه لعبة كبيرة جدا في مكانه برستاو على الارد اسليم من لعبة واعترفة النادي الاهلي جايبهم عشان يلعبهم صح فلما مسك الفرصة صراحة اصبح من الركائز الاساسية في فرينة الاهلي فانت اخترت طاهر فانت بتقول لي طاهر ولا زيزو اه في الوقت الحال زيزو هتاخد زيزو في الوقت الحال ناحية الشمال هتاخد حسين الشحات ولا مصطفى شربي حسين حسين مؤثر كبير جدا في الهجوم وسام ابو علي ولا سيب الجزيري وسام وسام ابو علي رأيك في وسام ابو علي وسام يعني عارف انت قطعة الشطرنج اللي كانت نقصة من النادي الاهلي مم والاهلي عد عليه مراحل كتيرة جدا في الحده ديت بيدور وينقب عشان يوصل لوسام أثر بشكل كبير جدا في فترة واجيزة سنة اللي فاتت واخد حداف الدوري فترة واجيزة وأصبح يعني لعيب لاغين عنه في خط هجوم النادي الاهلي أولا سكورر سنة بينجح أي مدرب فترة لهم فايت ألعبها كويس جدا على البرمى بشكل كويس جدا قاعدة هجومية تقدر تستند عليها بشكل كويس جدا وأعتقد واخد كمان ثقة ثقة اللي عبية يعني هو كمان كسب ثقة إضافة طبعا للجمهور وإضافة طبعا يعني في وقت واجيزة أن يعمله حسام آه وسام أعتقد يعني نجاح كبير جدا ليه في الشك طبعا النادي الاهلي أضافله بشكل كبير جدا لأن انت شايف الحواليه العروض والكلام يعني فكونوا أنه تواجد مع النادي الاهلي فطبعا في الشك ضافله على الصعيد والرصيد بتاعه سيفي قوي جدا جدا ولما ينجح كمان أقوى كمان ويفضل فطرة طويلة أكتر أعتقد أنه عنده أكتر من كده كمان يقدر يؤدي النادي الاهلي صحيح